فهذه أختنا المباركة أيضا يعني تتصل بعالتها الكونية هي من الدرومدن نصلي من أجلها رجاء الكون يباركك يا أختي المباركة السلمي خير الأكوان محبة الأكوان كلنا نجتمع باتجاه أختنا المباركة تعيش محبة أبدية وخير أبدي وسلام أبدي اليوم وكل يوم ونقول لك يا عزيزتي هي تسمع ممكن معنا حياتك عظيمة وأمامك فرص عظيمة اطمئني أنتي ضو أبدي وضوك ينير كل الأكوان وعالتك الكونية مهتمة فيك وأيضا توجهك باتجاه مستويات عليا وأمامك فرص عظيمة والكون يبارك هذه الفرص زعماء وزعيمات الأكوان يباركون حياتك اليوم وكل يوم فهي هنا تكتب تقول وصلني تخاطر قوي وواضح أن أسعد لسطح المنزل فصعدت والسماء وهي أيضا سنرىكم فيديو رائع حقيقة أي مدهش يعني أيضا نشاهده تقول فصعدت والسماء شبه غير واضحة فيها النجوم عدا جسم ضوءي اعتقدت في البداية أنه طائرة فأخذت له فيديو راح نشاهد معنا الفيديو وتقول الفيديو ثاني أرسله بيميل آخر يوضح مرور طائرة من أمام جسم الضوء اللي هو مركبة عائلتك الكونية صحيح أستاذ أي أستاذ راح بدأ من البداية أستاذ أولا جانت خاطر قوي أن أسعد فوق السطح أنا أستوسم ما بعرف أن البيت فاضي من الأهل يعني والفرصة مناسبة أن أسعد شعرت أنهم عائلة الكونية هم يعلمون أن الفرصة مناسبة يعني أنا ما خطر على بالي أن أسعد يعني هم يعرفون أن الفرصة مناسبة فصعد يعني لبيت هاي الشعور وصعد خلال دقائق ورأيت السماء يعني ضبابية نوعا ما نعم ما فيها كثير نجوم واضحة يعني جدا بعيدة وضبابية عدا جسم ضوئي واحد فجأة ظهر من بين الضباب والغيوم أي فاعتقدت أنه طائرة مثلا إذا من منطقة بعيدة تراها الرؤية تكون نقطة ضوئية بعيدة وتتحرك يعني في مسار واضح يعني نعم يا أفقي عادة نكون أفقي صحيح فلا هذا الضوء كبر واقترب الله لكن ما يتحرك لا يمين بيسار باتجاه بيتك صحيح عجيبة أي وقريب جدا والارتفاع يعني باستحيل يتجاوز 25 كيلو 25 متر من بيتك من سطح بيتك أو مكانك أي كارتفاع أي كارتفاع يعني لو في بناية من من مثلا عشرة خمسة عشر طابق هو ما يتجاوزها طيب خلي نشاهدوا هي أرسلت الفيديو وفيديو رائع خلي نشاهدوا معلش لو تسمحوا لي رجعان شبابنا لأن فيديو مهم حقيقة بس دقيقة أبقوا معنا فهل هذا الذي أنت تقصديه الآن اللي هذا تمام صحيح أي خلنا نشغله مدهش هذا حقيقة لاحظوا الله كم مرة تعتقدين 20 كيلو متر من من بيتك تقريبا يعني بناية ما تتجاوز عشرين طابق أتوقع يعني لاحظوا جدا من خفض الارتفاع أي مدهش طيب في هذه الأثناء يعني وأنت ترين هذه المركبة الكونية هل هناك أيضا تحاور مع المركبة الكونية عرفتي أنهم عائلتك الكونية صحيح أستاذ في البداية أول ثلاث دقاق كنت يعني مو شككة مو حبا استخدام المصطلح كنت يعني حابة أتأكد أكثر يعني فكنت أراقب هاي الجسم هل هو طائرة هل راح يتحرك هل راح يختفي هل سيصعد يمين أو يسار كنت حابة أتأكد وأتحقق أكثر من الموضوع بعدين بعد أربع خمس دقاق شفت ثابت جدا فطلبت أن يحدث تخاطر أنا بنيت بناء إيجابي وأغمطت عيوني وطرحت أسئلة بدأت أنا بالتخاطر فسألت يعني أنت تنظرين إليهم واتصالتي معاهم فقط أريد أن أقول رجال بس لو تسمحوا لي أيضا الكلمات نعتمد كلمات أخرى أفضل شوية نترك من فضلكم يعني نترك التخاطر ونقول الاتصال التخاطر كأنه مسافة إحنا نتصل بعواءنا الكونية فمثلا نقول نتدرب على هذه الكلمات الجديدة لأن أفضل تبني وعي أعلى حقيقة الكلمة مهمة فمثلا نقول نتصل بهم أو أتصل بهم الآن أيضا كل واحد يسمعني أريد أن أقول شيء مهم عندما تنظر أو ترى أو تسجل فيديو لعائلتك الكونية مش فقط تسجل وتقول آها هذه ذهبت يسارا هذه صعدت هذه تشع لا مش هيك مباشرة باركهم وقول أنا أتصل معاكم أبارك ظهوركم يا عائلة الكونية أبارك وجودكم في حياتي أظهروا في الأرض أطلب منكم باسم السلام الكونية الذي يجمعني بكم أطلب منكم ومن عوائلنا الكونية إنهم يظهرون أكثر في الأرض يعني هكذا تكلم معهم وارسل كل واحد يسمعني ارسل ابدأ ارسل من عماقك ظوء باتجاههم وقول ارسل لكم ظوء الأكوان وترى ظوء نعم ظوء من عندك مهو هذه كائنات ظوئية فأنت عندما تنطق الكلمة يرون الكلمة ظوء يا أخي ويا أختي ارسل لهم ظوء للمركبة ظوء للكائنات الكونية في المركبة وبعدها انتبه كل واحد يسمعني أنا أكرر باستمرار اسمحوا لي أن أيضا أذكر هذا لأن مهم ابني نفق ظوئي مش تنتظر تصور ابني نفق ظوئي وانطلق يعني غامض عيونك ابني نفق ظوئي انطلق باتجاههم اعملها مرة مرتين ثلاثة أربعة باستمرار اسعد إلى السطح باستمرار وراقب النجوم اتصل مع عالتك الكونية وأنت في السطح ائتي بالشموع بارك نفسك بارك الأكوان بارك عالتك الكونية يظهرون اعمل نفق نعم بينك وبينهم اسعد مرة مرتين ثلاثة ماذا سوف يهدف يجب أن يهدف يقتربون يقتربون يعني جسمك يصبح أخف يصبح ظوء يسحبوك بالجسم احنا مقبلين على سنوات عظيمة يا شباب اكرر مقبلين على سنوات عظيمة تدرب انك تبني النفق الظوي اصعد إلى السطح باستمرار راقب النجوم هم انتظرين بهذا المصطلح ما فيه انتظار بالكون بس حتى انعرف انه انت جسمك يصبح ظوء وايضا عندما انت تكون بالسطح مش تفكر بالماضي ولا تفكر بالمستقبل ولا تفكر بأخطائك في الماضي لا افرح بارك نفسك اجعله احتفال احتفال قول هذا يوم احتفالي العظيم وعندما يظهرون ابتسم وانت تصلي من أجلهم باركهم يقتربون بعدها جسمك يصبح أكثر ظوء يقتربون يسحبوك بالجسم وتصعد إلى مستويات عظيمة وهذا هو اللي راح يحدث او سوف يحدث احنا بهذا الاتجاه من التجهين يا شبابنا نعم انه صعدين الى مستويات عليا يا عزيزي لو تسمري من فضلك انا كنت اوضح لان رأيت التوضيح مهم اوكي استاذ انا اول موصعة تباركتهم ايه وصليت من أجلهم وشكرتهم انهم اتصلوا بي انهم تذكروني هم منبادروا ايه فشعرت انهم مهتمين بنا امين هم مهتمين جدا جدا ايه اه فبدأت تظهر صور تقريبا هي مشوشة او متموجة تقريبا في البداية ايه ثم صارت اوضح من داخل المركبة فرأيت كائنات اندرومدن عددها كبير جدا الله لون بشرتهم ازرق او ازرق بوهت تقريبا اه جزء منهم جالسين بعضهم واقفين وامامهم شاشات مهتمين جدا يعني كأنهم ينتظرون او يراقبون يعني راصدين مكاني وينتظروني يعني هم حطين التوقيت ليتصلين بي وانا أصعد مهتمين جدا جدا خلينا شغل فقط لو تسمحي لي من فضلك بس نكمل الفيديو لأن جميل جدا ومهم جدا لاحظوا اه لاحظوها هذه المركبة الكونية هكذا وفيها كائنات كونية هذه نعم وهي تتصل بالطالبة هذا مرة أخرى بالمناسبة معلش هذا مرة أخرى ها لاحظوا حركتها عجيبة مدهش ها هذا أيضا مرة أخرى مرة الثالثة فقط نعرضه مرة أخرى أفضل مدهش تعطيك رسالة واضحة أنهم معاك طبعا خلينا نرجع للرسالة يباركون حياتك هي هذه يعني ظهورهم يقولون لك أنه إحنا معاك نعم فهنا تقولين رأيت كائنات من الدرون عددهم كبير لهم بشرتهم أزرق باهد وبعضهم جالسين والآخرين واقفين ينظرون لشاشات سألتهم ماذا لديكم رسالة لي إيه فكانت الإجابة أن سنسحبك قريبا يعني أنا انذهلت من الإجابة لأن أنا في الفترة في الفترة الأخيرة مطالبة جدا بسيطة بين وبين عادة الكونية مطالبة أن يفعلون العين الثالثة وتتضح أكثر سفرات الكونية تنتقل إلى مستوى عمق وأعلى يعني هاي كان مطلبي فمو كنت مركزة جدا على موضوع الصعود والجسد أو أن يرفعوني أو يسحبوني أنا مو كان عنده هذا التركيز هم أذهلوني أن هم يروني أن أنا شخص مؤهل أنه ينسحب هم يروني هكذا بس أنا ما أتشوف نفسي هكذا فأنا أخبرتهم بس أنت عندك روح نقية وروح ضوئية وعندك يعني حقيقة أنه هذا الصفاء الطيبة مهمة جدا إي تسلم أستاذ يا عزيزي يعني أنا ومن أخبرتهم أن أنا غير مستعدة يعني مشاعري مختلطة يعني كد متأثرة يعني في جز من الواقع المادي الحياة الروتينية قاعدة تسحبني إي فأنت تفكر شايلهم تقول أهلي موجودين في البيت أنا شلون أنسحب شلون أرتفع هل في عامل الزمن هل بكون موجود لما أرتفع وأرجع عام غير موجود فيعني أفكار تتداخل فيعني في أجزاء من الثانية كأنك عاجز عن أن تأخذ قرار أما هما بالنسبة لهم هم مستعدين بالكامل وأن بمعنى مفرقة معاهم أريد أن ناقشكم لو تسمحي من فضلك أريد أن ناقشكم السحب من أجمل الأوقات جدا بسيط وجدا سهل وعندما يسحبوك بالجسم أنت تندهش من جمالية السحب أنت فقط هذه المرة الأولى لأن أنت ما عندك التجربة لكن هو من أعظم يعني الأمور التي تحدث في حياتك هذه كائنات طيبة حكيمة يا شبابنا فأنت نقول كوني جريئة واسحبي جسمك ونفسك وروحك وممكن نعملك جلسة خاصة في لقاءات أخرى أنا أعملك نحن المجموعة ونعم يأتون لك يسحبوك بالجسم أتصل معهم ونباركهم ونشعل الشموع وتكونين أنت مستعدة ويسحبوك بالجسم جميل جدا أصلا سهل جدا بسيط جدا أصلا ممكن أستاذ أستاذ بعدين سألتهم ماذا تقولون للمعلم شون فصمت في البداية ما حصلت إجابة بعدين أعدت السؤال وخبروني نحن نتصل معه يعني هم عائلة الكونية يتصلون معك أو سيط تصلون أو سيط تصلون فبعدين خب مثل ما كتبت فيك أستاذ أن كان في ودين أطرخ بعض الأسئلة التناقشية اللي نطرحها في المجموعة عن النسخ الكونية لكن أشعرت يعني بالتردد يعني أنا في وضع فوق السطح تريدين تسالي ومحاول علوم النسخ الكونية صح صح كنت حاب يعني نقاشات بس ما كنت في وضعية مريحة جدا يعني فوق السطح وفي الزعاج وتداخلات وأنا واقفة يعني موجرسة في مكان مريح فأجلت الموضوع يعني أنهيت الموضوع بس يعني كلها أقل من دقيقة ونزلت من السطح فوصلني هذا تخاطر إن لما عملنا جلسة زراعة الروح الضوئية هم أخذوا أكواد الروح الجينات جينات ما نسخوها حتى جينات نا الملوثة أخذوا نسخة منها كأن نعدهم أجهزة تشبه أجهزة الأشعة وحتفظوا بها بنسخة منا موجودة في البعد الثالث في قوالب سجوجية هذا مهم هنا بس دقيقة خلينا نقرأه لأن مهم لاحظوا جدا ماذا الأمر تقول فوصلني تخاطر أنه لما عملنا جلسات طيب هذا يعني ماذا تقصدين عندما عملنا جلسات لزراعة الروح في الجلسات السابقة قصدك أخذوا أكواد الروح جلسات نحن كطلاب جميعا يعني منصعدنا لزراعة الروح الضوئية والعين الثالثة عظيم نعم نعم جميعنا أخذوا أكواد أرواحنا جيناتنا الملوثة نسخة نسخة من البعد الثالث جميع الطلاب فهم يحتفظون بنسخنا هناك لديهم نحن موجودين لديهم فهم يرسلون تفعيلاتهم تنظيفاتهم مباركتهم صلواتهم حتى احنا ومسافرين لهم حتى لا توقفنا عن السفر لهم يعني حتى في انه الطالب ما يعمل جلس السفر لكن التفعيلات هم يستمرون بالطبع يعني اي احنا من مجرد وصلنا في كوكب جميع معلوماتنا وصلت لديهم بالتفصيل هذا مدهش اي طيب انت ايضا ارسلت لي الكود الضوئي الجديد هذا خذ نشاهدوا ايضا اعتقد تمام اليوم اللغة الضوئية تقريبا عشرة رموز دقيقة بسمتها خلي نعرضها يعني بس دقيقة بالله يلا يعني هذي ايش ممكن توضحيها من فضلك جديدة ام ماذا هذي نعم نعم جديدة اليوم اي عظيم جدا يا رب بس دقيقة بس هاي مدهشة هاري اه بس خلنشاهدها ايضا كلنا يلا هذي رائعة نكبرها شوية ايضا هي هذه صحيح استاذ طيب كيف وصلت لك بالفكر قصدك بالفكر ايضا الشاهدوا شبابنا الكل شاهدوا اعتقد تقريبا استاذ استغرقت ثلاث دقائق وصلتني عشرة رموز وكان بالامكان ان استقبل اكثر لكن انا اكتفيت يعني رأيت ان العدد كبير واذا تلاحظ استاذ جميع الرموز مترابطة يعني لما لو انت مثلا بتاخد رمز واحد اي لنفترض ان هناك لغة وفيها الفبتك اي لغة وانت تجيد من تلك اللغة حرفين اي وما تعرف بقية الحروف واريك حرف جديد فانت دايركت راح تقول اي هذين تابعين لهذه اللغة لانه جدا متشابهين جدا مترابطين ف يعني انا في البداية جلست سائل يعني كنت منذهلة من سهولة وصول هذه الرموز يعني جدا طريقة سهلة وسريعة اي فسألت هل هي جاية من السابكونشيز تابعي واذا هي جاية من السابكونشيز اي شلون اه ظهرت عشرة رموز مترابطة لهذا الحد لنفترض يعني الاماجينيشن تابعي فيه يبني رمز رمزين ثلاثة بس شلون عشرة ومترابطين يعني عملية لو انا ببدع او بخلق او برسم من ابداع الخاص اي كيف يعني فجأة عشرة ومترابطين وفترة قصيرة فأنا يعني اتيقنت ان هذا مباشر من الاندروميدن بصال مباشر لان لو كان جهد الشخصي لم يكون بهذه السرعة ولن يكون مترابط الى هذا الحد يعني جميع الرموز مترابطة كلهم يشبهون بعض يعني كلهم ينتمون الى لغة واحدة صح صح يعني للاوانا انا ما اعرف معانيهم لحد الآن يعني ما عندك قدرة على فهم معاني الرموز وهذه اللغة بس الاستقبال استاد يوم يوميا يتطور ويوميا يزداد ويوميا يصبح اكثر سهولة وسرعة طيب وما معنى النقط انت واضعها يعني اقصد رسمك هل النقط فيه لها علاقة لثلاثة نقط ايه يظهرون يظهرون حتى النقط يعني نعم حتى النقط شهدوها شباب النقط تلاحظوها يعني ايضا هذه عندها معاني بالتأكيد كلهم لهم معاني طيب ما حاولت تعرفين ما هو ما هي معاني حاولت ما زال يعني شوي موضوع الفهم شوي ما زال يحتاج وقت بس اتوقع لا انه انطلق في الموضوع وعائلتي الكونية مهتمين ان انا اوصل في الموضوع اواصل في الموضوع استمر في الموضوع وهم يدعموني يعني اكبر دليل هاي العشرة رموز خلال دقيقة الى ثلاث دقائق اي يعني بسهولة بسهولة ستاد ستاد يعني لو اطلب لو اطلب الان اي ضوء اي اي كود ضوئي لأي فرد في المجموعة خصوصا للذين ينتمون للاندرومدان اي احصل علي اي اي كود لأي طالب عظيم جدا وايضا اي طالب مو اي طالب اي انسان انا التقي فيه اذا كان ينتمي للاندرومدان فانا اعرفه اعرفه داركت اعرفه في حياتي اليومية اتعرف عليه مباشرة مباشرة يعني داء يعني سهولة في الاتصال الروحي تقصدين عالتك الكونية يستطيعون ايضا ارسال الكودات الروحية لبقية ممكن صحيح عن طريقي وخاصة عن طريقك وخاصة الطلاب اللي ينتمون الى الاندرومدان اي صحيح صحيح بسهولة عالية جدا 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 يعني لو بتطلب مني كودة جميع الطلاب ارسلها بسهولة يعني ما في صعوبة ما في جاهد يعني سلاسة يعني اطلب استقبل سلاسة مطلقة يعني انا مذهولة من نفسي يعني انا ما طورت الموضوع جدا اوكي مهتمة عند استمرارية عند شغاف نعم لكن مثل ما يقولون مش عادة على نفسي مش عادة على نفسي زيادة عن زيادة عن اللزوم او ضاقطة على نفسي او ماخذة من وقتي او مش عاولة توازن مع حياتي لا لا ابدا يعني سلاسة سلاسة ومتعة ومتعة ايضا متعة استاد انا انظر اليها وعندي اهتمال فيها يعني ما بعرف اشعر فعلا ما بعرف انا اشعر فيها هناك ترابطية وهناك معاني ما بعرف اشعر معاني كونية تاريخية اه انا باعتقادي ممكن ما بعرف بس اريد اقول لك كأنه محطات حياتك ممكن ما بعرف ممكن اشعر فيها هذه محطات حياتك ترمز يعني حياتاتك من الاندرومدن الى الآن في الرموز أشعرك وهذا اللي يأتيني الصوت يعني حقيقة ممكن أستاذ مدهش رائع جدا يعني أستاذ أشعر يعني بنت ماء شديد إلى الأنتروميدان أنا عارف أنا منهم بس يعني في شي في داخلي خليني شخص مخلص جدا جدا يعني مخلص يعني فخورة يعني أنا عندي اتصال مع آلتك الكونية فهم يرسلون لك رسالة هم عاوزيك للسحب لأن أنت قائدة كونية حقيقة داما يعني هي هاي الرسائل هو هذا الأمر وهم مهتمين فيك وحريصين عليك طبعا أعرفي هذا يعني يعني أشعر بالحب متبادل متبادل يعني أستاذ ما عندي مشكلة أطلع في الشارع وأقول لهم أنا من الأنتروميدان اللي يعرف واللي ما يعرف يعني مثل ما يقولون مو فارقة معاين مكتر ما أحبهم يعني ما عندي مشكلة أعرف أن الناس يقول لهم ترى فيك أنا تسمعها أندروميدان أو أنا من الأنتروميدان أنا بعرف النوعية الأغلبية ما يتحمل بس أنا يعني مستعدة مستعدة تكلم ما عندي مشكلة يعني مهما قابلت عندي قدر على التحمل بغض النظر ما هذا سواجه بس أنا حابة أتكلم أقول لهم أنا من الأنتروميدان أندروميدان هيك وهيك وهيك وأنا هيك ونتو هيك ونتو جايين يعني حابة أتكلم في هاي المواضيع مهتمة ما عندي خوف واضح من صوتك صوتك عندك طاقة فرح وسعادة يعني حقيقة واضح من صوتك أستاذ لأن أمس يوم أنا تشوفت مركبة عالة الكونية المشاعر ارتفعت يعني حسيت رسلولي طاقة عالية الله واليوم الصبح فلما شفت السماء والغيوم جميلة جميلة اليوم سماء المنطقة والبيت منطقة اللي أنا ساكنة فيها جميلة أقول له لأن عالتي الكونية كانوا هنا كانوا البارحة هنا يعني جميل المكان جميل الجو جميل يعني أنت بتعرف أجبعنا في الخليج حارة بلش الحر بس اليوم الجو اللي طيب طيب نصلي من أجلها من أجل أختنا رجان كلنا نشتمع أنا أمسك كريستالة الكورتز وأنت طاقة ضوئية مشعع ضو ضو أنت ضو أبدي وضوءك ينير كل الأكوان وعالتك الكونية معانا تصلي من أجلك طاقات الأكوان تصلي من أجلك تعيشين يا أخت المباركة محبة أبدية خير أبدي بروحك بأفكارك وتصعدين إلى مستويات عليا ونصلي السحب يتم تحت الحكم والبركات الإلهية كلنا نقول السحب يتم كلنا رجان كل واحد يسمع صوتي السحب يتم تحت الحكم والبركات الإلهية وننتصل بعائلتك الكونية ويسحبوك تحت الحكم والبركات الإلهية وتصعدين إلى مستويات عليا ترجعين إلى حقيقتك تعيشين الضوء في كل نفسة نفسه تعيشين ضوء يا أخي تعيشين محبة أبدية وخير أبدي اليوم وكل يوم آمين 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 وهذا الكود الضوئي لضو كوني 135 أريد أن أقول لكم يعني حقيقة أنا عندما أرى الأكواد الضوئية أو تسمى الرمز الضوئية أو اللغة الضوئية ما بعرف لي أنا أتأثر فيها فالآن نرجع إلى ضو كوني 220 معانا أنت هذا متى استلمت الآن أثناء اللايف أثناء اللايف وهما أعطوك 135 عفوا نعم مدهش هذا وهذا لا يأتيك بسرعة أي بسرعة ممكن نكبر وقزك أفضل لأن أكبر واحد هو النهائي لا لا نكبر ونمشي علي يلا استاذ أول شيء ظهرت نجمة خماسية ثلاثية الأبعاد يعني تشبه الصورة اللي هي مهتمة فيها الأخت ما بعرف هل هي مهتمة جدا برمز النجمة الخماسية أو تفعل النجمة الخماسية ظهرت بشكل ثلاثية الأبعاد وكريستالية جدا وتتحرك وتلتف بعدين ظهر الكود يعني هو من أول مرة كان دقيق وصحيح لكن أنا للتأكد أطلب أنه ينعاد مرة واثنين وثلاث عشان أتأكد أنه هو دقيق أنت قزك هذه النجمة الخماسية نعم نجمة خماسية ثلاثية الأبعاد كريستالية في البداية ثم ظهر الكود وهو في الغالب يظهر صحيح من أول مرة لكن أنا يعني للتثبت والتأكد أنه دقيق عظيم رائع جدا أي ونحن نشكر عائلتك الكونية أنه نسلم منهم حقيقة الأكواد الضوئية وأيضا كلنا نشتمع رجان هاي فرحة أصلا هذا هذا مدهش هذا وهو تعرفون ليه هذا بمعنى أنه السفر والانتقال أي نعم يحدث ونحن من تقلين يا شباب للمستيات العليا بمعنى أنه يعني حتى هم يديرون سفرنا صعودنا بإشرافهم فنصلي لعائلتك الكونية يا أختي المباركة نصلي من أجل عائلتك الكونية نشكرهم على هذه الكودات الضوئية تمتل أرواح الاندرومدن تمتل أرواح ووعي عائلتك الكونية بالمحبة نتصل بكم يا كائنات الدرومدن المباركة المقدسة استليموا مننا خير ارسل ارسل الآن ارسل رجاء إلى عائلتك الكونية ارسل خير سلام محبة ضوء نقول يملى أرواح وحياة كائنات الدرومدن المباركة المقدسة ونقول لهم زعماء وزعيمات الأكوان يباركون حياتكم أيها الكائنات العظيمة ونشكركم لوجودكم في حياتنا نشكركم على هذه الأكواد الضوئية نشكركم مشاركتكم للدروس هذه هذه أيضا هم يديرها تعرفون الدروس المناقشات كلها أيضا تكون تحت إشرافهم تعرفون نشكركم وأنتم كائنات عظيمة والأكوان تبارك عملكم مهم الصلاة أنتم تعرفون كم مهم هذه الصلاة رجاء كل واحد يسمعني أريد أن أقول لك صلي باستمرار من أجل عائلتك الكونية فنستمر نصلي من أجل عوالنا الكونية وخاصة عائلتك الكونية رائعة جدا جدا يا عزيزتي نشكر عائلتك الكونية على الدور العظيم والمساهمة العظيمة أيضا في رفع وعي الناس الجنس البشري هم يساهمون هكذا وأيضا نشكرهم لأنهم هم يباركون حياتك وهم يرفعوك أيضا إلى مستهات عليا ونشكرهم على هذا الكود الضوي أيضا لضوء كوني 135 نعم نشكرهم أيضا نصلي من أجل ضوء كوني 135 رجان كلنا نجتمع مبروك هذا الكود الضوي ومبروك يا أختي المباركة حياتك الكونية وأيضا مبروك يعني تألقك حقيقة بالمنهاج أي أنت طالبة متألق الكون يحفظك ويحفظ عائلتك في الأرض ويحفظ عائلتك عائلتك من كائنات الندرومدن المباركة المقدس الكون يحفظهم واستلمي خير واستلمي سلام وتعيشين في كل حياتك كل حياتك في الأرض وفي الأكوان الأخرى قائدة كونية عظيمة آمين 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 الكود الضوئي هذا هذا مدهش فوق المدهش هذا الكود الضوئي يا شباب يعني ومش فقط بهذه الصورة يعني هم عندهم الاندرومدن عندهم أجهزة ضوئية فهذا الكود الضوئي فيه جسمك بتاع الاندرومدن نعم حياتك بتاع الاندرومدن محطات حياتك وهذا فيه فيه أسرار الأسرار هذا الكود الضوئي فأنت باستلامك للكود الضوئي بمعنى هم يشريفون لاحظوا أكرر يشريفون على صعودك نحن هذه هذه فرحة عظيمة فرحة عظيمة عظيمة هذه يشريفون على انتقالك عثروا عليك تمام تدرس هذه العلوم و تطبق جلسات السفر الكوني راقب راقب الأحداث تمام الآن يرسلون لك الكود الضوئي المركبات الكونية تظهر في سماء الأرض يتم السحب وبعد أن يتم السحب هناك تذهب يتغير جسمك يستخدمون الرموز هذه عندهم أجهزة تكنولوجية متطورة يعني هذه الرموز هناك ما بعرف كيف هم يعملوها بس هي هذه الرموز تقوم بإرجاع جسمك إلى الاندروميدان موجودة موجودة هي هاي كلها اللغة الجينية اللغة الضوئية هو هكذا حقيقة فنحن يا شباب كل واحد يسمعني قادمين على مراحل عظيمة يجب كل يوم نحتفل ويجب كل يوم نصلي نصفق نغني فرحة عظيمة هذه الرموز حقيقة وهذه كانت الاندروميدان نباركهم نشكرهم حقيقة الكون يبارك عملكم يا كائنات الاندروميدان نقولها معلش مرة أخرى ونشكركم على هذه الرموز الضوية الكون يبارك حياتكم تعيشون حياة عظيمة تعيشون ضوء أبدي وضوءكم يا كائنات الاندروميدان بضوءكم تنيرون كل الأكوان آمين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر